تغيرت مقولة نابوليون وراء كل رجل عظيم امرأة صارت في زمن القمع والحريات المستعدة وراء كل ديكتاتور امرأة أو بحسب تعبير صحيفة الجاردين البريطانية وراء كل ديكتاتور سيدة أولى وذلك في تقرير نشرته الصحيفة عن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري فمن كانت تشبه بزهرة في الصحراء صار اسمها الملكة أنتوانيت السيدة الأنيقة المتعلمة المثقفة رغم تربيتها في بريطانيا فاجأت الشعب بأدائها المخيب للأمال إذ لم تعد تكفي نشاطاتها الخيرية المعلنة للتغطية على ما يرتكبه نظام زوجها من مجازر بحق شعبه بل تسانده في كل المحطات ولعل المفاجأة الأكبر كان حديثها إلى محطة سي أن أن الأمريكية حين تحدثت عن معاناة أطفال غزة في حين يرتكب زوجها مجازر يومية بحق مئات الأطفال في بلاده إذن سقطت ورقة أسماء وصارت الملكة أنتوانيت التي عندما طلبها الشعب الجائع بالطعام نصحته بأن يأكل البسكوت الجارديين نقلت عن وزير الخارجية الفرنسية السابق بيرنار كوشناير ما قاله للرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي أثناء الزيارة الأخيرة للأسد إلى فرنسا إذ قال كوشناير لساركوزي حين شرحنا أن الأسد أبشع طاغية قال الرئيس بشار يحمي المسيحيين ومع وجود زوجة عصرية مثل زوجته لا يمكن أن يكون سيئا لكن حتى ساركوزي أصيب بخيبة مماثلة للشعب السوري بالسيدة الأولى وبأدائها المتطرف الجارديين اعتبرت أن أسوأ مثال على سيدة أولى خلف ديكتاتور هي ليلة رابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي التي بدأت حياتها كحلاقة ثم تحولت بعد زواجها إلى مستبدة ممسكة بزمام السلطة في البلاد إلى درجة التحكم الكامل بقرارات زوجها فضلا عن طبعها السيئ حتى في الطاعة معها وطبعا هيمنتها بالكامل على ثروات تونس سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وصفت بالفرعونة إذ كشفت الثورة الكثير من مستور السيدة الأولى السابقة التي بسبب هيمنتها على زوجها خصوصا في الفترة الأخيرة وفي أثناء مرضه تخذ الرئيس الكثير من القرارات الخاطئة وأيضا فرضت سطوتها على ولديها جمال وعلاء ويروى أن بسبب سطوة سوزان تأخر الرئيس بإعلان تناحيه عن السلطة أمام إلحاح الثوار إذ كان يريد من أول تظاهرة لهم تنحي فمنعته وكان أن دفع الثمن ديكتاتورة أخرى تضاف إلى اللائحة وهي عائشة القذافي ابنة الراحل معمر القذافي الباذخة التي كانت تشبه بزهرة ليبيا قبل اكتشاف ثرواتها الطائلة وتحكمها بالكثير من مفاصل الجماهيرية في حين لم يكن لزوجة القذافي صفية فرقش تلك السطوة ولم تكن تظهر إعلاميا وفي العودة إلى الجارديون ختمت الصحيفة تقريرها بأن لكل ثورة ليدي مكبث تخصها ترجمة نانسي قنقر